السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشباب ان شاء الله رب يكون الجماعة بصحة وخير. درس النهاردة ايفون اكس اس ازا ما احنا شايفين. ده جهاز ايفون اكس اس. الجهاز فاتح وكل حاجة ولكن بيعمل يعني ممكن خلال تلاتين ثانية هيعمل مجرد اللي انا بعمل اللاك للاسكرين ممكن يعمل طبعا ده عطل اه في مشكلة كبيرة جدا فعنشوف الموضوع مع بعض كده والتشخيص بتاع العطل ده بغيت ان شاء الله حل المشكلة. اه ولكن عايز برضه اقول جزئين او التشخيص ينشكل جزئين. الجزء الاول اللي من خلال اللي انا اروح للتحليلات او او الموجودة هنا ديت. وهنا زي ما نشوف كده مع بعض خلينا نشوف يلا 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 يلا. ايوة. هو فصل زي ما انتم شايفين كده الجهاز فصلة. تمام ما لحقتش حتى اشوف اللي موجودة الخاصة بعملية التحليل او التشخيص اه لعملية فصل الجهاز او الجهاز باستمرار. طبعا بتجيب هنا بعض الاسباب اللي بتخلي الجهاز يفصل او بيعمل بيقول لك طبعا بعض الاكتراحات اللي بيتخلي الجهاز يفصل طبعا تماشي عليها بشكل كبير. وفي نفس الوقت ساعات بيبقى مية في المية المشكلة اللي هو كاتبها ولكن ده بيبقى بعض الاكواد بيجيب تحليل الاكواد ديت وفهم الاكواد دي بشكل صحيح لذلك ان شاء الله هيبقى فيه فيديو مستقل ليشرح الموضوع ده من البدائل انها ان شاء الله عشان يبقى مرجع لحضراتكم ولكن النهاردة احنا هنعتمد على البرنامج او الجزء التاني في عملية التشخيص وهو برنامج بتنزله عالكمبيوتر هسيب اللينك على طول في الديسكريبشن تقدر تحمله وتنزله على الجهاز بتاعك وتقدر تعمل العملية الفحص بمنتهى سهولة مجرد توصيل الجهاز هنشوفوه مع بعض دلوقتي علشان نفهم احنا دائمين. وبينكو سين طبعا ملحوظة في بعض الحالات في بعض الحالات يا جماعة بيبقى المشكلة مش زي ما برضو زي ما بالبرنامج شخصة يعني ممكن تكون مشكلة تانية خلص فما تحتمدش عليه بنسبة مية في المية احنا ما اعتمد عليه بنسبة تمانين في المية نقول العشرين في المية التانيين دولت بيبقى فيه اسباب اخرى بتعمل المشكلة دي. فبالتالي كانواجب التنوير اللي احنا ما اعتمدش على البرنامج بشكل مية في المية. اه اروح للبرنامج طبعا. هو البرنامج خلينا افتاعوا البرنامج كده بشكل السريع. اه البرنامج تمام? افتع لكم البرنامج اهوة. فتحت البرنامج جواة جماعة زي ما احنا شايفين. ومجرد اه تشغيل الجهاز طبعا ولازم انتعمل الله كله والتليفون اه عليه باسورد او اي حاجة طبعا لازم نعرف تاريخ الجهاز لذلك برضو كانواجب التنوير اللي انا اقول لكم الموضوع الجهاز ده. اه تعمل له بشكل كامل. عشان المشكلة دي طبعا ولا الاسف الشديد ما تحلتش وجايب نفس الطريقة ديها طبعا نعمل له الجهاز متغير له شاشة جديدة. الشاشة اللي راجبة ديها تلسه طب ايه الدلالة للشاشة راجبة جديدة? الزبون قال لنا ان التليفون خد خبطة قوية جدا والشاشة دي كانت متكسرة بشكل كبير. فبالتالي التليفون وغد خبطة. فبردو نحط في الحسبان. اه التحليل المنطقي لما التليفون يكون وغد خبطة. هتصرف ازاي? فبالتالي لازم برضو اعرف طريق الجهاز علشان بشغال صح. اول خطوة طبعا احنا شغلنا الجهاز هوت. شغلنا البرنامج قصد. ومجرد اللي انا اضغط هنا هنا في الجزء ده اللي هو وبعدين هيجيب لنا كل الاسباب اللي خلت التليفون يفصل في اخر توقيتات او ازاي ما كتب لنا يعني تمانية وعشرين واحد الفين واحد وعشرين. والوقت والتاريخ. اضغط عليها هنا. طبعا هنا 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 هوت الميكروفون والسنسور والاسباب التي ادت لفاصل الجهاز او ريستارت الجهاز بشكل متكرر. طبعا نروح لا اول ريستارت حصل في الجهاز. كان برضو بنفس السبب. يبقى احنا عندنا تلات احتمالات البرنامج بيقترحهم علينا من خلال تحليل الكود اللي احنا اللي احنا شايفينه دلوقتي او اللي ظهر قدامنا دلوقتي. فبالتالي بنحتمد بشكل مبدئي على التلات احتمالات دول. ولكن نحط في الحزبان زي ما شرحت لحضراتكم. هنحتمد على التلات احتمالات دولة بنسبة التمانين في المية والعشرين في المية تانيين اللي انا حاطت في الحزبان من خلال سؤالي للزبون عرفت ان التليفون كان مغبوط. فبرضو باحتمال رابع معنا احنا هنشتغل عليه. فنخش في الموضوع على طول احنفتح المصامير ونشوف الجهاز واول خطوة مفروض اعملها اللي انا افصل مفروض اللي انا افصل الميكروفون مفروض اللي انا افصل اللي هو ومن ثم اجرب هالي الجهاز بيفصل ولا لا? تمام? دي ات اول خطوة احنا بنعمل الجهاز فاصل اهود زي ما احنا شايفين. يعني بمجرد انا بس كده كنت بشغل والجهاز فاصل. فا وانتوا معايا كده خليكو. طبعا انا فاصلت كل حاجة اللي انا ذكرتها جماعة تلات حاجات من الجهاز وشغلنا الجهاز باور. تماما? حتى هتلاقوا الرسالة بتاعت ان الفيس اي دي مش فاكب وكل حاجة. تمام? الفيس اي دي. ارى التليفون تحت عندي هنا اهود. الجهازة او زي ما احنا شايفين. طبعا ممكن اعمل اه الانترنت اروح كده مسلا على فيديو. هقول لكم على الخطوات اللي انا مفروض بعملها يعني. طبعا الخطوة دي ممكن تكون سهلة في حالها ولكن ممكن تكون صعبة ويكون في شغل هاردوير ممكن يحصل احنا مكنش نعرف لغد دلوقتي. ولكن اليوتيوب مسلا واشغل اي فيديو آآ لمدة طويلة. لو على سبيل المسال مسلا. طبعا زي ما انتم شايفين هو الفيديو ده اللي طلع لي فيديو قوت موجود. طبعا مش هنعرضه. ولكن الفيديو لمدة خمسة شعر دقيقة. الفيديو لمدة آآ سبع دقائي الفيديو ده. ماشي. هرجع لكم بعد ما شوف الفيديو او الجهاز هيبصله ولا لا. لو فصل اقول لكم ده با. طبعا انا سايب الجهاز يا جماعة تحت الميجرسكوب والكاميرا الرقم اتنين. وزي ما انتم شفتوا الكابلات كانت مفصولة. وفي نفس الوقت انا بسيب البراوسر مفتوح او المتصفح على الانترنت مفتوح. بحيس لو الجهاز فصل معايا مسلا او سيبته وانشغلته او اشتغلت في جهاز تاني او كنت بعمل حاجة تانية ورجعت له مفروض يبقى الجهاز فاتها على المتصفح دة. عشان لو عمل وطلع لما بتعمل مش هيدخلك على المتصفح بكل تأكيد. ولكن لو انا عملت كده مسلا افلت هوت. بمجرد idee انا اعمل كده مفروض مدخلني على المتصفح وفيديو شغل. فبالتالي اعرف ان الجهاز مفصلش. انما لو الجهاز عمل وفصل لو روحت عملت مش هيدخلنا على المتصفح. هيدخلن على او الصفحة الرئاسية. فبالتالي انا اعرف ان الجهاز عامل وعملية طبعا الجهاز بقاله تقريبا تلات دقايق او اربع دقايق بالوقتي ده وما فصلت لغد الوقتي. طبعا هارجع تاني برضو يا جماعة الجهاز ما فصلش لغد الوقتي وشغال ما فيش اي حاجة حصلت في الجهاز او الجهاز وصل باي شكل من الاشكال. انا بقى هطف الجهاز بنفسي. تمام? فاول خطوة جماعة بعد ما ما فصلت التليفون وشغلته بقى بنفسي يعني اروح اركب وبعدين اشغل الجهاز. واعمل نفس الخطوة تانية يا جماعة اروح البروزر واشغل الايه? الفيديو اللي كنتم يشغله. الفيديو يا جماعة شغال اوات طبعا عشان ما يباش اه هطوا في الكاميرا رقم اتنين تحت على طول عشان شايفينه وكده من بعيد ونصغر ليكو الكاميرا دي اتيكي تيكي تيكي. ازا ما احنا شايفين اهوت في الكاميرا رقم اتنين شغال. الفيديو ده عن مدة دي مسلا الفيديو ده بقاله. اه بقى الفيديو ست دقايق احنا بقى لنا نص دي ايه? انا دي او نص تقريبا. انا من خلال تجربة الجهاز اكتر من مرة كان يعني تلاتين ثانية تقريبا او عشرين ثانية والجهاز يبصل. زي ما ناويت لحضراتكم في اول الفيديو كمان كنت معمل الجهاز يفاصل ما اكملش مثلا خمس ثوانية او ثلاث ثوانية. فهو دقيقتين اه انا اظن ان هم كفاية مؤقتا دلوقتي ومفروض نيسيبه قوات طويل ولكن عشان الفيديو برضو وانا ما فيش حاجة تانية اعملها يعني عشان ما اقعدش جنبه فترة طويلة كده عدد بكلم نفسي. ولكن يفضل يعني بعد ما خلص الفيديو مسلا ده او اي حاجة يفضل لانا اسيبه فترة طويلة عشان اتأكد بلون في المية. الخطوة انا بعملها دلوقتي انا اللي هو على اللي في السماعة. اللي ببقى في الشاشة. اه وهنستنى ايه اللي هيحصل برضو. حطوه في الكاميرا رقم اتنين اه اه. فاكرين الطعم ده جماعة بالاميس والاا والبتاع اللي انا لابسه ده ما عرفش اسمه ايه بالعربي بصراحة ولا بالانجليزي ولا اللي في ايه رامسه حتى نسيت اسمه جدا يعني. ما عرفش اه الوهم يعني. اه عزيز عليها جدا انا لابسه يعني انا لابسه على طول اللي هو فتح تمام فصل بص بص يا جماعة فصل مجرد لنرى الجهاز الجهاز فصل. يبقى كده البرنامج اللي انا اشتغلت عليه اللي هو جاب الموضوع بشكل صريح. يبقى نروحه على الفيس اي دي. او طبعا احنا قلنا اني في كده شرط طبعا ممكن ايسمه منعات ولكن جاولينا نفحصه بالنظر الاول كده بشكل مبدئي. طبعا بص عاوز اوليكم حاجة يعود يعني بشكل مبدئي كده. شايفين ده مسلا. اللي هو المستطيل اللي هنا ده يعني ده. مالوش علاقة بالفيس اي دي طبعا اه. انا احنا شايفين في شكل اجسادة كده. او رطوبة. طبعا افحص يا جماعة زي ما احنا شايفين الفيس اي دي هنا هوت بشوف هل فيه اي اجسادة. طبعا اللي ظهر قدامنا يا جماعة زي ما احنا شايفين اهوت في يعني بعد ما فحصته. في الاجزاء اللي هنا ديت. اه في الجزء اللي هنا بس فيه اثار للرطوبة وهنا ما فيش اي حاجة يعني هنا ما فيش اه اي اثار. طبعا ظهريا احنا ممكن نشيلول لو فيه رطوبة تحت هي ولا حاجة او فيه التماس او فيه شرطة وهو بغض. يعني احتمال كبير. وانا بقدر الامكان اخلي مسلا القحول اللي يخش جوه. وارجع ركبه تاني ونشوف ايه اللي هيحصل ايه. طبعا يعني نصيحة لحضراتكو دايما نخد الحل السهل الاول متخدش الحل الصعب. يعني ما تصعباش على نفسك اول حاجة على طول انت تاخد الحل السهل وبعدين تعلى بالموضوع لغاية لما تشوف انت عطوه صلفين في الحل ده. احنا ما عندناش اكس اس يا وسيم. اه فيس اي دي. اللي هو ما عندناش واحد من الجودات. نشوف كده واحد معلش. انا هشغل دلوقتي. طبعا انا اجيب اه المخطط بتاعه. ولو مش موجود المخطط انت ممكن تجيب اه اه واحد تاني وتجرب عليه. يعني بعد عملية التنظيف دي انا شغلته زي ما هشايفين. للاسف الشديد ملاقيش ولا اي او بتاع اه اكس اس كله تاع اكس والايكس اس اللي موجود عندي متخد منه منقول على جهاز تاني او كنت باشتع عليه في الكورس الاونلاين. فبالتالي كلهم بتشالين للاسف الشديد يعني. انا كنت عايزة اوريكم الممنعات. فانا بعمل ليه في الحالة دي يا جماعة انا شرحتها بل كده في درس كان موجود اه من فترة. اه عملت اه مقارنة ما بين جديد اللي هو عليه اه الفلاتة بتاعت السماعة. مع اللي كان في مشكلة وشوفنا الممنعات وقسنا الممنعات او الفحص بتاع المسارات كلها على ولقينا فيه مسار او اتنين فيهم شورت. ومن خلال تتبع المسار ده عرفنا المشكلة اللي كانت في وتحلت المشكلة. هو تقريبا دلوقتي بقاله يعني طبعا كان في اعلان قعد فترة طويلة والفيديو ست دقايق طبعا قعد الفترة كلها بعد عملت التنظيف طبعا. الجهاز قعد فترة طويلة او شغال. نص الفيديو يعني نعدى نص الفيديو. نعلي شغال او اطوريكم الفيس اي دي. نعلي الفيس اي ديوه شغال اوض. سمعنا شايفين ان هو متصل. ده له اربع دقايق مع الفترة الاولى دي اتبقى له ست دقايق تقريبا شغال شكل مستمر. يعني ما ركبنا كل حاجة وعملنا عملية تنظيف بسيطة جدا الجهاز الحمد لله اشتغل. اه طبعا اه نستفاد من الدرس ده النهاردة يعني انا كنت عايز الدرس ده يكون اصعب شوية ونشوفه لو كان فيه مشكلة من التلات حاجات اللي البرنامج هو اقتراحهم بلينا. او اه كان فيه مشكلة الرابعة من غير التلات حاجات ان كان التليفون جاي مكسور كان ممكن يبقى فيه مشاكل هاردوير كنا نشوفه المشاكل مع بعضها طبعا ولكن الحمد لله الحمد لله يعني المشكلة طلعت بسيطة وتنظيفها بسيطة الجهاز اشتغلت فالخطبات الصح مفروض انت تمشي بتسلسل في عملية الفحص علشان اه يعني ما تاخدش خطوة تسبق الخطوة اللي قابليها وكنت ممكن تعمل خطوة اللي قابلها ديت والتليفون تتحلل مشكلته فبالتالي بنصح حضراتكم في الفيديو ده اللي احنا نسفد منه يعني لزلك انا بقول اه الفيديو برضو مهم جدا اللي احنا شوفنا البرنامج اللي هو الخاص مع عملية الفحص هسيب لكم في الانشاء الله عيب فيه درس مخصوص في السلسلة ده بنعمالها ديت للاناليستيكس اللي هو الخاص بالسوفتوير لما من خلال السوفتوير بتقدر تشوف ليه الجهاز كان بيفصل او بيعمل الا الحاجة المهمة جدا برضو اللي احنا عملناها اللي احنا عملنا الفحص بتسلسل بسيط جدا بخطوة بسيطة جدا. اه ما خدناش خطوة وعملنا يعني سابق الخطوة قبل خطوة علشان ما ناخدش خطوة قبل خطوة ده شفرة او بقول لكم شفرة اعتمنا انتوا تحلوها وتقول ليش شفرة الحل بتاعها في الكومينت على طول تاعت الفيديو. ففا يعني المهم اللي انا قوي عايز اقول لحضراتكم ان تتابع الخطوات مهمة جدا متاخدش خطوة قبل خطوة زي ما قلت ممكن الخطوة اللي انت عدتها دي ممكن تحلل المشكلة بمنتهى السهولة وللاسف انت كده مش هتقدر ترجع لها تاني مش هتقدر تعمل كنترول زي على كيبورد عشان ترجع الموضوع انتهى خلاص فاتمنى التوفير لحضراتكو الجهاز بالو سبع دقائق او اتشغال تقريبا او ست دقائق الجهاز شغال كويس هسيبه فترة طويلة مسلا ممكن نصف ساعة ولا حاجة لشغال على فيديو فبالتالي عيقض وقت اكتر لو في مشكلة ولا حاجة وراستة ولا حاجة ان شاء الله يعني يبان معي بشكل سريح فاتمنى التوفير لحضراتكو وكل سنة طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام